اشتركوا في القناة 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 لكن مش حافظ الرمز. طب لا ما هو انت مش هعرف اشتغل بالقانون من غير ما اكون عارف الرمز ده معنى ايه. يبقى لازم احفظ رمز. لازم احفظ القانون. ولازم اعرف القانون ده فايدته ايه. يعني انا في الاول رديت علي قلتها كي قلتها قانون كلوم بيستخدم في حساب القوة الكهربية بيني الشحنت ايه. يبقى انا عارف ان قانون كلوم ده بيستخدم في حساب القوة الكهربية. يبقى لما يجي يقول لي احسب القوة الكهربية بيني شعرتين او يحسب القوة الكهربية باني عارف ان ده قانون كلهم على طول هروح كاتب القانون وحافز الرموز هبتدي اعود بيه. يبقى لازم احفز رموز لازم احفز قانون لازم احفز وحدات. انا عارف مسلا المسافة بتتقاس بالمتر. اه طب ما حد هيقول لي ما هو فيه في المتر فيه سانتي وفي ميلي في كيلو متر في ميل في يارضة في بوسة في ادم. حي كتير جدا. طب شمعنا حضرتك قلت لي متر. لان احنا دايما وحنا شغالين بنشتغل بحاجة اسمها الوحدات الدولية اللي هو النظام الدولي. ولو احنا فاكرين من سنة اولى كان فيها عندي تلت انظمة للقياس. قولنا نظام جاوس. وفي النظام. المتري. احنا دايما بص من الاسم شغال ايه? النظام دولي. بقى انا بشتغل بالوحدات الدولية. ما بشتغلش بنزام جاوس او النظام بروطني. بشتغل دايما بالوحدات الدولية. الطول بالمتر. الكتلة بالكيلو جرام. الزمن بالسانية. شطيار بالانبير. انا عارف الحاجات دي. يبقى لازم ولابد ان انا الحاجات دي ابدأ درسها كويس. واحافظها كويس عشان اقدر اكمل. يعني دايما في حاجات كتير قوي. لو انت من سنة اولى في الفيزياء بيبتدي تركز معها فيها او تزاكرها كويس وتحفظها بالذات الرموز وبالذات الوحدات بتاعتها. هتساعدك كتير ان انا احفظ رموز لو انا عارف الانظمة خلاص عرفتك. يبقى انا وانا بقولك ان المسافة بمتر انت عارف ان اه ده كده الميستر بتكلم ان انا هشتغل على النزام الدولي. يبقى انا عارف ان في عندي مسافة اشتغلها بالمتر. لو في كتلة لازم اشتغلها بالكيلو جرام. يبقى ازا هنا انا بقول بالمتر ليه? عشان دي الوحدة الدولية اللي بتشتغل عليها. فهنعوض عنها كذلك برضو في الامثلة او المسائل اللي عندي. طيب قانون كلوم. ايه هو قانون كلوم? ايه تعريفه? ايه هو الصغر يا دي بتاعت او القانون بتاعه? ايه هي التناسبات اللي موجودة داخل هذا القانون? ايه التحويلات اللي انا هقدر اعملها في القانون ده او في المسألة لما تجي لي عشان اقدر احل المسألة صح? لانها ممكن مسألة تجي لك انا لسه بولك المسافة بمتر ممكن تجي لك بالسنتي. طيب ازاي تحول من سنتي لمتر. كل ده. هنتحدث عنه ان شاء الله في حلقة اليوم. وهنبدأ النهاردة ناخد ادي قانون كلوم زي ما احنا شايفين على الشاشة. هنبدأ ناخد الصيغة الرياضية بتاعته او القانون بكتب ازاي? اف بتساوي هنا في طبعا. كي في كي وان في كيو تو على دي تربيه. اف بتساوي. كي في كي وان في كيو تو على دي تربيه. طب خلاص ده القانون انا حافظته. مع حضرتك دلوقتي زال فولي. طب وبعدين. بقى ان الرموز ديت هتجي لي المسألة الكلامية لازم اشيلها وبتدي اعوض عنها باركوم. فلازم بنعرف كل رمز ده بتاع ايه? اف ده القوة. اف ده رمز القوة. والقوة دايما وحداتها ودي دايما موجودة بالنيوتين. كي? ده اسمه سابت كلوم. ومن اسمه سابت. يعني ده مقداره سابت مقداره تسعة فعشر او ستسعة نيوتين متر تربيه لكل كلوم بتربيه. خلي بالا انا قلت كده حاجة بسرعة او حاجة مع بعضيها. نيوتين متر تربيه لكل كلوم تربيه دي دي الوحدة بتاعت سابت كلوم. يعني لازم سابت كلوم الوحدة بتاعته ما قلنش نيوتين بس. لا نيوتين متر تربيه. نيوتين في متر تربيه لكل كلوم تربيه. دي الوحدة بتاعته كاملة. ما اقدرش اقول نيوتن بس. ما اقدرش اقول متر تربيع بس. ما اقدرش اقول كلهم تربيع بس. لا لازم التلاتة مع بعض. نيوتن في متر تربيع لكل كلهم تربية. كيو عم fera ده رمز الشحنة. لكن لما اقول كيوان ده معناها الشحنة الانية. كيو معناها الشحنة التانية دي تربيع. وخلي بالي هنا بقى عندي دي تربيع عشان دين الحاجات اللي بنشوفها اخطاء في المسألة. ادي معناها المسافة. لكن دي تربيع كاتوتل اسمها مربع المسافة. لو جال في المسألة قال لي مربع المسافة خلاص. يبقى انا هشيل دي تربيع كلها وحط الرقم بتاعي. لكن لو في المسألة اداني مسافة. يبقى اذا هشيل دي بس وحط رقم بتاعها واسيب التربيع زي ما هو. لان احنا بنفاجأ في بعض الحاجات ان روحت منطلع الرقم بتاع المسافة من المسألة ويشيل دي تربيع كلها وحط الرقم ده. لا ده الرقم اللي لي في المسألة دوت بتاع المسافة. هكتبه زي ما هو بعد كده ربع جوه وانا بقى وانا بعود في المسألة. يبقى ازا خلي بالي دي معناها مسافة. والتربيع ده معناها مربع المسافة. تعريفه. ايه هو تعريفه? تتناسب الكهربية طرديا ما حاصل ضرب الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهم. من التعريف ده هاخد بالي من حاجتين جدا. وانا بتكلم في قانون كلهم وانا بنتكلم عنه في اول الحلقة قلنا ان احنا نتكلم عن الصغر دي بتاعته والعلاقات بتاعته او التناسبات بتاعته. من القانون هنا هافاجأ اني عندي او هطلع حاجتين عندي مهمين جدا. فيها اسمها تناسب طردي وتناسب عكسي. كلمة تناسب طردي يعني الكميتين ببقوا زي بعض. لو كميات زيدة كميات تانية زيد زيها. لو كميات اللي بقى كميات تانية زيها. عكسي يعني يحصل الكميتين دول ببقى عكس بعض. لو واحدة هتزيد التانية اللي لو واحدة اللي التانية تزيد. هلاقي هنا عندي مع الكوة كوة هلاقي معها تناسبين. احدهم هو طردي والاخر عكس. هو تناسب طردي مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسي مع مربع المسافة. يبقى ازا الكوة كهربائية لال اف هتتناسب طردي مع حاصل ضرب الشحنتين اللي هما كي وان في كيو تو. وعكسيا مع مربع المسافة اللي هي تديه تربية. معنى ان هي تتناسب طردي مع حاصل ضرب الشحنتين. يعني لو حاصل ضرب الشحنتين زاد الكوة هتزيد. لو حاصل ضرب الشحنتين القل الكوة ايضا هتقل. عكسيا مع مربع المسافة. يعني لو مسافة قلت او مربع المسافة القل الكوة هتقل. مربع المسافة زاد لو مربع المسافة القل الكوة هتزيد. لو مربع المسافة زاد الكوة هتقل. لاني قولنا التناسب بتاعهم ايه? عكسي. يعني هما عكس بعض. حيثو ان هنا متبادلة بين الشحنتين ووحدتها زي ما شرحنا. مقدار الشحنة وحدتها كلهم وان يعني الشحنة الاولى يعني الشحنة التانية. هي مقدار المسافة بين الشحنتين وحدتها المتر اخلي بالي من الوحدات دي كويس جدا. ده سابت كلوم. وهنا قلت كلمة سابت عشان كده قلنا مقدار سابت. طالما ان هو سابت كلوم بقى سابت القيمة. قيمته تسعة في عشرة قصة تسعة. الوحدة بتاعته ايه? ابص تحت. متر تربيع لكل كلوم تربيع. كل دي الوحدة بتاعت سابت كلوم. ما قدارش اقول نيوتن بس. ما قدارش اقول متر تربيع بس. ما قدارش اقول كلوم تربيع بس. لا لازم الوحدة كاملة نيوتن متر تربيع لكل كلوم تربيع. ده الوحدة بتاعت سابت كلوم اللي هو رمزه. والقيمة بتاعته سابتة لان قسمه سابت كلوم مقدارها تسعة في عشرة. قسمه جاب تسعة عشان برضو احنا بنشتغل بنشوف حاجات لازم نوضعها احنا بنتكلم. هنا احيانا حد بكتابة سالة التسعة عشان بعد كده هنخش في سلب ستة. هو عشان المسألة فيها سلب ستة فيقول لك خلاص بي روح واخد دي سلب تسعة. لأ. ده ده رقم سابت ما بغيرش فيه. ده هو التسعة فعشرة قصة تسعة ده قيمة سابت كلهم. يعني في المسألة من اما هشيل الك هحط تسعة فعشرة تسعة. يبقى في المسألة من اما هشيل الك هحط تسعة فعشرة قصة تسعة. ملاحظة هم على القانون. اول ملاحظة الكوة المتبادلة بين شحنتين تتناسب طردا مع حاصل ضرب الشحنتين. وانا دي مهمة جدا. يعني لو جيح جاب لك في المسألة او جاب لك سؤال قال لك علل. عندما تزداد قيمة حاصل ضرب الشحنتين. تزداد قيمة الكوة المتبادلة بينهم. اقول لان بينهم تناسب طرد ايه? عشان لما واحدة حاصل ضرب الشحنتين يزيد الكوة على طول هتزيد. تاني حاجة. الكوة المتبادلة بين الشحنتين تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بينهما. كلمة عكسين قلنا يعني قلنا عكس باع بمعنى لما مربع المسافة القوة تزيد. ولما مربع المسافة يزيد الكوة تقل. ده سؤال ايضا ييجي يقول لك علل عندما يكل مربع المسافة بين الشحنتين هتكل الكوة المتبادلة او تزداد الكوة المتبادلة بينهما. هنقول لان بينهما تناسب عكسي. اول مثال عندي. يبقى احنا واحنا بنتكلم عن قانون كلوم اخلي بالي. انا حفزته احفز رموزه احفز الرموز بتاعته دي بتاعت ايه? فهمنا القانون لان ممكن يجي لي فيه سؤال عالي لوضح مزا يحدث او ما النتاج? يجي بقانون كلوم. عشان اشتغل عليه? قلنا لازم احفز القانون? كل رمز معنا ايه? سابت كلوم تسعة فعشرة قس تسعة. موجب تسعة. ما يكتبش سالب تسعة. موجب تسعة. وحدته بتتاخد ككتلة. يعني انا عانف اه سهل او القوة خلاص انت عتحفظها. شحنا كلوم خلاص. المسافة متر. كلمة واحدة فسهلة بالنسبالك. لكن عاني سابت كلوم ما تستسهلش. الوحدة بتاعته في متى تربيع لكل كلوم تربيع فبتتاخد كله زي ما هو. بتكتب زي ما هي. ما باخدش جزء واسيب الجزء تاني. حاجة التانية تسعة في عشرة قس موجب تسعة. ما ينفعش يبقى بالسالب. هي اصلا ده رقم سابت. لانه اسمه ايه? سابت كلوم. فالقيمة بتاعته سابتة اللي هو تسعة في عشرة قس موجب تسعة. نازم احفز القانون? خلي بالي من الملاحظات اللي انا انتبك عليها. الرموز. ابقى انا عارف اف يعني كوة كيو يعني شو احنا دي يعني مسافة كي يعني سابت كلوم. ده عشان مسألة. نيجي عند في في القانون ولو انت فتحت الكتاب هتلاقي في سؤال وضح ماذا يحدث. ازا عندما تقل المسافة بين شحنتين الى النصف. اخل بالي قوي السؤال ده يوضح لي ايه? يوضح لي ان انا لازم افهم القانون. لان السؤال ده جاي على القانون. يبقى ازا لازم افهم القانون. افهم القانون من خرق ايه? التناسبات اللي انا بتاكي عليها. ان حاصل درب الشحنتين مع القوة تناسب طردي. مربع المسافة مع القوة تناسب عكسي. يبقى لازم اخلي بالي قويس اوي من الحاجات دي. افهم. يعني ايه تناسب تردي? يعني ايه تناسب عكسي? تناسب تردي يعني لما حاصل ضرب شهرتين يزيد الكوة هتزيد. طبعا العكس صحيح. تناسب عكسي بمعنى لو مربع المسافة قلت الكوة هتزيد. لان بينهم تناسب عكسي عكسي يعني عكس بعض. ممكن الجزئية دي تيجي لك فيها سؤال على لوضح مزايا حدث ما النتائج. الحاجات دي كلها. فالمهم انك تعمل. نيجي بقى عند جزئية خاصة بالمسألة قبل ما نحل. في الاول قلت لك في حاجة اسمها النزام وحدات النزام الدولي. او الوحدات الدولية. قلنا المتر والكيلو جرام وهو اللي هم سبع وحدات ومضاف اللي هم وحدتين اخرتين. الوحدات دي دي انا هستفيد منها عندي ودي كانت موجودة في سنة اولى. هستفد بها عندي في سنة تالتة. طيب هستفد عندي بها في ايه? ان انا مسلا عندي المسافة بتتقاس بالمتر. طب ما هي المسافة بتتقاس بالمتر. اما تيجي المسافة تتقاض بالمتر. لو دهالي بالصنتي لازم حولها من صنتي لايه? لمتر. طب ازي تحولها من صنتي المتر? هناخده نتكلم عنها. طيب الشوحنة. الشوحنة نقول يلوحداتها اسمها كلوم طب ادا لي في المسألة الشوحنة بالمايكرو كلوم. يبلازم حولها من مايكرو كلوم لكلوم. طب اعمل ايه? الحطتين دول مهمين التحولتين دول مهمين عندنا في قانون كلوم. لقانون كلهم. تلاقينا كل قانون في حتة تحويلة كده لازم نخلي بالنا منها. في قانون كلهم التحويلتين دول مهمين جدا. اول تحويلة من مسافة من سنت المتر. ما اجي احاول من مسافة من سنت المتر اخلي بالي. من زمان واحنا صغيرين كان لازم دايما المدرس بيعلمنا ان في حاجة اسمها احاول من صغير لكبير او من كبير لصغير. نفهم بعد كده نحفظ. الحفز ممكن يطير مني ممكن اتلغبط. لان الحفز بيتلغبط في بعض. لكن افهم بعد كده احفظ. عندك من مسافة من سنت المتر. من سنت المتر يعني من صغير لكبير. معروف من صغير لكبير بقسم لكن من كبير لصغير بضرب. طيب انا هحاول من سنت المتر. من سنت المتر يعني من صغير لكبير. طيب اه من سنت المتر بقسم. طيب بقسم على ايه ولا اعمل ايه? ايه اللي علاقة بين السنت والمتر? كلنا عارفين وحافظين. ان المتر في مت سنتي. يبقى هاقسم على مية. يبقى عشان احاول من سنتي لمتر هاقسم على مية. طيب. في بديل تاني? اه في بديل تاني. سالب اتنين. طيب شمعنا سالب اتنين. يعني ليه مش مجاب اتنين? وهل فرقت معي لو انا كتبت سالب من مجاب مكتب عشر واسنين وخلاص? لا تفرق. في حالة ان انا احاول من صغير لكبير ببلقص سالب. وفي حالة ان انا بحاول من كبير لصغير ببلقص مجاب. بمعنى. انا عشان احاول من سنتي المتر بقول بضرب في عشرة وسالب اتنين. طب لو حبيت احاول من متر لسنتي اضرب في عشرة قص اتنين. مجاب اتنين. يبقى من صغير لكبير القص بتاعي ببقى سالب. في التحويل. ومن كبير لصغير القص بتاعي ببقى مجاب. زي لو انا عايز احاول من ملي متر المتر. اقسم على الف. او اضرب في عشرة قس سليب تلاتة. طب لو عايز احاول من متر لملي متر. اضرب في الف او اضرب في عشرة قس موجب تلاتة. خلي بالي من الحاجات دي الزغيرة. قلنا نفهمها ونحفظها. لان انا لما اجي هافضل احفظ 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 انا الحاجات دي هتطير مني من الحفز. لكن دايما لما افهمها بتفضل مستقرة معايا في الزاكرة. عشان كده قلت لك من الاول حضر درسك قبل ما تروح مدرستك. عشان المدرس هو بشرح لك. يبقى انت عندك خلفية. والمدرس قاعد بشرح لك. حاول تفهم كل كلمة بيقولها لك. لان فهمك ده بيقرب لك الحفز اللي انت عايزه. انت عايز تحفظ. طيب ما انا هاحفظ ازاي من غير ما اكون فيه. فلازم مع المدرس صاحي ومصحصح وفاهم كل الكلمة قولها. بعد كده ابتدى اروح اذاكر الجزئية اللي خدتها. كده انا قفلت الدرس تحضير فهم. مذاكرة. كده الدرس معاك هتلاقيه. لو مشيت درسي بدرسه بهذا الشكل. نسبة الاستعاب معاك في اي درس مش هتقل عن تسعين خمسة وتسعين في المية وممكن تصل للمية في المية او تسعة وتسعين في المية كمان لوحده. ممكن توصل لتسعة وتسعين في المية. يعني نقدر نوصل لحاجة كبيرة جدا. اقدر ان انا اجيب بها درجات كويسة. اقدر احقق فيها التفوق والنجاح بتاعي. اقدر اطلع من الاوائل زي ما انا نفسي اطلع من الاوائل. اقدر اخش المكان اللي انا عايزه. لازم الاكتهاد ولازم التعب عشان نوصل. يبقى ازا التحولتين دول مهمين جدا ووضحتهم لك بشدة الطرق. ليه? لان في بعض المدارسين يقولك عشان تحويل من سنت المتر يقسم على مية. صح? ليه? لان المتر فيه مية سنتي ومن صغير اللي كبير اقسم يبقى اسم على مية. كلام ده مضبوط. تانيين يقولك اضرب عشرة والسالب اتنين. مش غلط. ليه اضرب عشرة والسالب اتنين لان عشان هحول من صغير اللي كبير فلازم القصي بعندي سالب لاتنين صح? تقسم على مية صح. تضرب في عشر وسائل باتنين صح? وقلنا ده مهم جدا انت شوف الاسهل لك. لو تقسم عامية اسهلك اشتغل به. لو هتضرب في عشر وسائل باتنين اسهلك برضو اشتغل به. دي كانت التحويلة اللي هو. في تحويلة تانية كلمنا عليها لما قلنا الشحنة بالكلوم. طب ادهالي بالمايكروكلوم. عشان احاول من مايكروكلوم لكلوم هضرب في عشر وسائل بستة. اه اسألك بقى سؤال. شمعنا ضربت في عشرة قس سالب ستة. شمعنا سالب ستة. ما قلتش موجب ستة ليه? لان احنا قلنا هحاول من مايكروكلوم لكلوم يعني من صغير لكبير. من صغير لايه? لكبير. يبقى انا هنا طبعا ما انا احاول من صغير لكبير قلنا القس دايما يبقى سالب. عشان احاول مايكروكلوم لكلوم اضرب في عشرة وسائل بستة. طب دي بتحويل امامين. طب جاب لي في المسألة سهل لي المسألة. جاب لي المسافة بالمتر وجاب لي الشحنة بالكلوم. هعوض بها تعود مباشر لها هحول ولا هعمل اي حاجة. يا دوب هكتب الرموز بالارقام في الهامش او المسويد ده اللي عندي. واجه رح كتب القانون ومعوض به مباشرة. لكن لو اداني بالصنطي او بالمايكروكلوم لازم اعمل عملية التحويل. لازم اقول لك الكلام ده لان الحاجات دي اساسية في حل المسألة. احنا ما بنحلش المسألة انك بتاخد المسألة احنا خلاص كبرنا عن زي ما كنا بنعمل زمان يروح مديك وانت صغير خالص يروح مديك الحاجة الارقام فانت دو بتعرف دي بتاعت ايه ودي بتعرف ايه وحافظ القانون وتعوب بيها. لا ما ممكن يروح مغير معاك جزء زي الوحدة كده. بدلا ما ادالك بالمتر يدالك بالسنتيمتر فانت لازم بتعرف الحاجات دي. بلازم الحاجات دي الاساسية نعرفها. بلازم اعرف المعطيات بتاعتي ايه? المعطيات بتاعتي? يعني الحاجات اللي مدها لي في المسألة ابتدى حولها من كلامية لرموز واحط جنب كل رمز الرقم بتاعه. قال لي شو احنا مقدارها خمسين كلوم. يبا لازم اروح اييل له الكيو بتساوي خمسين كلوم. في الهامش بتاعي او في المسوي الدولة اعملت هامش بسهل على نفسي. ممكن ما تعملش هامش. ولكن الهامش ده بيحول المسألة من كلام للرموز اللي هستخدمها عندي في القانون فبيسهل لي. اول ما اكتب القانون خلاص هشيل كل رمز وحط الرقم بتاعه وخلصت. مش هقعد افكر في رمز رمز في في كمية كمية الرمز بتاعها ايه بعد ما اكتب القانون? ما شتتش نفسي. بتدي اعمل المسودة او الهامش بتاعتي. بتدي احاول المسألة من كلام لرموز. حط كل رمز وجنبه الرقم بتاعه. لو في تحويلة اعملها بالمرة جوال هامش. ابتدي بعد كده اكتب القانون بتاعي. وابتدي احاول من هامش للقانون. ابتدي احاول بالهامش بالاركام اللي عندي في القانون ذات نفسي. يبقى معطيات كده عندي القانون. بعد كده ابتدي اعمل تحويل لو عندي تحويلات او معطيات معكات تحويلات. وبعد ما اعمل التحويلات ابتدي اكتب القانون. وبعد القانون ابتدي اعوض من الهامش اللي انا عامله. اللي كاتب في الرموز وارقامها وتحويلاتها. ابتدي اخد من هنا احط تحت القانون واعوض بالقانون. اعوض في القانون بازن تطلع عندك المسألة سليمة. وبازن لا تحصل على اعلى الدرجات. ناخد اول مسألة عندنا. شحنتان كهربيتان مقدار كل من هما خمسة في عشرة. وستسالة بخمسة كلوم. احسب الكل متبادلة بينهما عندما تكون المسافة بينهما خمسة سنتي علما بان الكي تسعة في عشرة وتسعة نيوتن متر تربيع لكل كلوم تربيع. زي ما اتفقنا المسألة كلامية. تمام? تمام. انا لما اجي حل القانون بتاع رموز زي ما احنا اخذناه او شحنتان وعايز الكوك الكهربية اللي ما بينهم. ده قانون كلوم. لو اقف بتساوي كيوان كيو تو على ادي تربية. فين بقى الرموز اللي هنا? مفيش رموز. يبقى زي ما عملنا هابدأ اخذ الرموز دي او اخذ الكلام ده حوله رموز. شحنتان كهربيةanne مقدار كل من هما خمسة في عشرة وسترد خمسة كلوم. حول الجزء ده لرموز باركامه. شحنتان لهم كيوان وكيو تو. مقدار كل من هما خمسة في عشرة والسريب خمسة كلوم يعني خمسة في عشرة والسريب خمسة وكيو تو خمسة في عشرة والسريب خمسة. ابو سينا لقية كلوم. كلمة كلوم ديت يعني مش هحور خلاص هسيبها زي ما هي. احسب الكوة المتبادلة يعني عايز اهو المطلوب بقى. المطلوب بعد كلمة احسب او اوجد. احسب الكوة او عايز الكوة المتبادلة او الكوة الكهربائية المتبادلة ما بينهم اللي هي رمزها اف عندما تكون المسافة اللي هي دي خمسة سنتي يعني دي بخمسة بس خلي بالي قال لي سنتي مع ليش متر يبقى هنا في الحالة دي لازم يحول من سنت المتر عشان قلنا وحدات النظام الدولي يبقى قلت خمسة عشان حوالها لمتر قلت يقسم على مية يضرب في عشرة السالب اتنين يبقى عندي هنا خمسة من مية او خمسة في عشرة السالب اتنين. علما بأن الكي اللي هو ثابت كلهم تسعة في عشرة وستسعة نيوتن متر تربيع لكل كلهم تربيع. الحال اللي عندي الاف بتساوي كي في كيوان في كيو تو على الدي تربيع. ابتدي اعوض في المسألة بعد ما اعمل الهامش اف بتساوي الكي قديني حاطيت الرقم بتاع تسعة في عشرة قسمو جب تسعة. خمسة في عشرة وسالب خمسة. خمسة في عشرة وسالب خمسة. خلاص كتبنا اللي فوق. ننزل على اللي تحت. ادي اللي احنا قلنا خمسة على مية يعني خمسة من مية. تربية يعني مرتين يعني خمسة من مية في خمسة من مية. جزء اللي تحت ده ممكن نكتبه بكزا طريقة. خمسة من مية في خمسة من مية ادي واحدة. خمسة مية قس اتنين. ادي اتنين. خمسة في عشرة قس سلب اتنين في خمسة في عشرة قس سلب اتنين. ادي تلت طريقة. خمسة في عشرة قس سلب اتنين تربيع. ادي رابع طريقة. يعني ممكن نكتبها بمية طريقة. اربع طرق عندها هي. ممكن نكتب بهم المقام اللي موجود عندي. ببتدي اضرب العملية ديت على الالة. يطلع لان الاف بتساوي تسعة الاف نيوتن. ان دي اختصار كلمة نيوتن. وقلنا شمعنا ليه عشان انا بجيب اف ليه القوة. والقوة وحدتها ميوتين. مسألة اللي بعد كده. ازا كانت زرة الهايدروجين تتكون من الكترون واحد يدور حول نواية تحتوي على بروتون واحد. وانا نصف كتر زرة الهايدروجين يساوي تقريبا خمسة في عشر سليب حدو عشر ام يعني متر. فاحسب الكوة الكهربية اللي تؤثر بها النواة على الالكترون. بس او الكوة الكهربية تؤثر بها النواة على الاكترون نواة شحنتهم مجابة الاكترون شحنتها السليبة احنا قلنا في قوة هنا ههه سليب ومجاب يبقى قوة تجاذب يبقى قدرين نجيب بتاعة الكوة الجزب اللي ما بينهم ديتمي الديني شحنة شيحنة البريتون والالكترون شحنة كل بريتون واحد ستة من عشر في عشر س büyük brauchtชنا يعني ان شحنة البروتون قد شحنة اللي هي واحد ستة من عشر في عشر والسلب سبت كلهم تسعة في عشر و ستسعة يوتن متر تربيع لكل كل هم تربيع. فيدي احيانا للمسألة عندي بكتب القانون ايه في بتسوي كي وان في كيو تو على ها تربيع. طيب. الار تربيع داية حضرتك قلتلي القانون دايما دي تربيع. حبيت تكتبها دي تربيع صح? حبيت تكتبها ار تربيع صح. ليه? ار ديت اللي هي نصف كتر النواية. نصف كتر المسافة اللي ما بين البروتون والنيترون. يبقى هنا دي نصف الكتر اللي هو المسافة ما بين الالكترون والبروتون. فبقول ايه? نصف الكتر او المسافة اللي ما بين الالكترون او البروتون. فعشان كده انا ندروا عليها ار تربيع او دي تربيع. اشيل الكي وحطكم متى تسعة فى عشرة وستسعة. اشيل الكي وان وحطكم متى ال واحد ستاhte من عشرة فى عشرة وساته وبع présرة بتعتاشر. اشيل الكيوتوب وحط رقم بتاع ال ا واحد ستة من عشرة فى عشرة وساته بنتعتاشر. انزل المقام بتاعه هو مذهولي بالمتر. خمسة فى عشرة وسالب حداشر مزد من عشرة. لانه قلل مسافة ما بينه خمسة في عشرة وسالب حداشر. اللي هي الار. لكن فول ار عندي في القانون فيه تربيع فبكتب التربيع زي ما هو. بوجر العمليات الحسابية على الال عندي تطلع للتسعة وتنين من عشرة في عشرة السالب تمانية. ان معناها نيوتين. مثال اخر. شحنتان مجابتان المسافة بينهما تلاتين سنطل. ومقدار لهم منهمها تلاتين مايكرو كلوم. احسب كوالا المتبادلة بينهما علماً بان الكي بتسوي تسعة في عشرة ستسعة نيوتين متر تربيع لكل كلوم تربيع هنا دي الوحدة كاملة بتاعت سابت كلوم. لما يجي سألني واحدة سابت كلوم بقولوا دي كلها. نيوتين متر تربيع لكل كلوم تربيع. شحنتان مجابتان المسافة بينهما تلاتين سنطل. هنا آقل المسافة. اخلي بالي هو من حسن الحظ ان الرقامين زي بعض. بس عنوضح ايا. شحنتان مجبتين لو كان قال للمسافة بينهما خمسين سنتين. كلنا بنقري شحنتين مجبتين با كيوان با كيوان با كيوان بخمسين وكيوانو بخمسين. كلام ده مش صح. نقرأ المسألة صح. شحنتان مجابتان المسافة بينهما تلاتين سنتي. هو الرقم بتاع تلاتين سنتي ده بتاع المسافة مش بتاع الشحن. المسافة اللي هي رمزها دي. دي تلاتين سنتي. يبقى هكتب دي بتصوى تلاتين. وهنا لازم يحوله المتر. يبقى تلاتين في عشرة او تلاتين على مين. ومقدار كل منهما. اه دول بقى بتاع الشحنتين. مقدار كل منهما تلاتين مايكرو. ودي بالمايكرو كلوم يبقى لازم اللي اتنين يتحولوا. هيبقوا نفس الخيمة. التحويلة الاولى هي هي اللي تبقى التحويلة التانية. ان تلاتين في عشرة او ستة. وكيوتو ايضا تلاتين في عشرة او ستة. احسب القوة المتبادلة. عايز القوة الكهربائية اللي هي الاف. ومديني تسعة في عشرة او ستة. خلاص كده جبت المعطيات بتاعت المسألة وعملت وكتبتها في الهامش وعملت التحويلات من تفلوه تمنتاشر. ابتدي اعملي بقى. ابتدي اكتب القانون اللي عنتي. اف بتساوي كي في كي وان في كيو تو على الدي تربيع. ابتدي اشيل كل رقم او اشيل كل رمز واحط الرقم بتاعه. يبقى الاف بتساوي. الكي اللي هي تسعة في عشرة او ستسعة. كي وان تلاتين في عشرة او ستة. كيو تو تلاتين في عشرة او ستة. على الدي بتاعتي اللي هي تربيع. يعني تلاتة من عشرة في تلاتة من عشرة. قلنا جات منين تلاتة من عشرة ده مداري في المسألة تلاتين سنتي. قلنا تلاتين على مية هتطلع تلاتة من عشرة. تلاتة من عشرة. طب ليحة ده كتبتها مرتين. لان قلنا دي تربيع دي تربيع يعني مضروبها في نفسها مرتين يعني تاتة من عشر في تاتة من عشر طب يعني ممكن اعملها تاتة من عشر وس اتنين مزبوط لو انا قول تاتة من عشر وس اتنين برضو صح لما اضرب العملية الحسابية دي على الا هيطلع لان الاف بتساوي تسعين ان اللي هي ان يوتي مسألة اللي بعد كده شحنتان مجدار كل منهما تلاتة في عشر وسالب خمسة كولوم والقوة المتبادلة بينهما تسعين نيوتن احسب المسافة بين الشحنتين علما بان الكي بتساوي تسعة في عشر وس تسعة نيوتن في متر تربيع لكل كولوم تربيع شحنتان مجدار كل من هما تلاتة في عشر وسالب خمسة يعني الشحنتين عندهم كي وان وكيو تو مجدار كل من هما تلاتة في عشر وسالب خمسة يعني كي وان تلاتة في عشرة والسليب خمسة. وكيوتو ايضا تلاتة في عشرة والسليب خمسة كلوم. والقوة المتبادلة اللي هي الاف بتساوي تسعين نيوتن. احسب المسافة انا عايز الدين من رادي. علما بانكي بتساوي تسعة عشرة وستسعة نيوتن متر تربيع لكل كلوم تربيع. مسألة دي مختلفة عن التلات امثلة السابقة. امثلة السابقة كان يقول لك احسب القوة الكهربية احسب القوة المتبادلة واوة. لكن في المسألة دي قال لي احسب المسافة. احسب المسافة. يعني هنا المرة دي عايز الدي مش عايز الاف. اداني كي وان وكيوتو. اداني الاف وعايز الدي طب نحلها ازاي? ده اللي احنا هنشوفه في طريقة الحال. قانون بتاعه اللي انا حافظه. اف بتساوي كي وان كيوتو على الدي تربيع. اف بتساوي كي وان فيه طبعا هنا كيوتو على الدي تربيع. سواء كان مكتوبة فيه او مش فيه تلومة الامة اللي تنجم بعد كده بده ضرب. انا عايز الدي تربيع. طب اجيب ازاي الدي تربيع رياضيا. يعني ده احنا هنشتغل عليه جزء رياضي. هاخد الدي تربيع او ده الناحية التانية. هي هنا مقوم فتروح الناحية التانية بسط. فخلاصة تتحط الدي تربيع زي ما هي. انا عايز ادي تربيع هنا من تطلعتها لهنا ومعها مين? الاف. انا مش عايز الاف. انا عايز ادي تربيع بس. انا رح اواخد الاف موديها الناحية التانية. هي هنا بسط تروح مقوم. يبقى الدي تربيع بتساوي كي في كي وان كيوتو على الاف. جات منيني دي تربيع طلعتها فوق الاف تحت قلنا ان انا لما مشيتهم كده بعكس العملية الحسابية. ده مقوم تلعب بسط. وده بسط نزل مقوم. كده مين اللي عندي دلوقتي? ادي تربيع. هو عايز المسافة لدي بس. خلي بالي برضو. هو ما قاليش احسب مربع المسافة. هو قال احسب الايه? المسافة. يبقى ازا هابتدى عود عشان اجيب مربع المسافة. ثم بعد كده اجيب المسافة وهاعرف اجيب المسافة ازاي? هنوضحها مع وقت. يبقى ادي تربيع بتساوي. ابتدى اشيل كل رمز وحط الرقم بتاعه. ادي الكيلو وتسعة فعشر وستسعة. تلاتة فعشر وسطر بخمسة. في تلاتة فعشر وسطر بخمسة. بدل ما اقول لتنين مضروبين في بعض. بحطهم بين اكواس و اكتب تربيع. ليه? لان التربيع دي معناها مضروبة في نفسها. اللي هي تلاتة فعشر وسطر بخمسة في تلاتة فعشر وسطر بخمسة. على الاف اللي يبقى تسعين. هضربع القالة هتطلع لان دي تربيع بتساوي تسعة من مين. هو مش عايز دي هو عايز دي. طالما ان هو عايز دي بقى لازم اضيع التربيع. عشان اضيع التربيع في حاجة اسمها الجزر. الجزر التربيعي بيضيع التربيع. ولو عايز اضيع الجزر التربيعي اربع. لان هي عملية عكسية. يبقى لو عايز اضيع التربيع بجيب الجزر. ولو عايز اطير الجزر اربع عندي. يبقى هنا ادي دي تربيع انا عايز اضيع التربيع بحجيب الجزر للتنين. خلي بالي برضو ايضا. ان انا مش عشان اضيع التربيع من هنا حط هنا دي تحت الجزر واسيب ده من غير ما يتحط تحت الجزر. اي عملية حسابية معروفة من زمان وتعلمها يعني مدرسينا بتعرياض على مهنة من زمان ان اللي بتعامل في طرف لازم بتعامل في الطرف الاخر. فانا هاخد هنا جزر يبقى برضو هاخد الناحية التانية الجزر بتاعه. ادي تربيع لما قولنا لما اجي احط لها الجزر الجزر بيضيع التربيع الاتنين بيروحوا ما بعد بقى ادي فقط. والتسعة من مية دي وانا نحطها تحت الجز زي ما انا جزرتي هنا لازم اجزر هنا زي ما انا حطيت تحت الجزر هنا احط هنا تحت الجزر. ابتدي اعمل دي على الالة التسعة من مية على الالة تطلع لك تلاتة من عشرة متر. يبقى دي عندي بتساوي تلاتة من عشرة متر. يبقى في المسألة دي بابتدي اطلع دي تربيع فوق وانزل الاف مكانها تحت. ابتدي امشي لغاية اما اطلع قيمة دي تربيع. بعد كده بجيب الجزر للطرفين. ولما جيب الجزر بتاعة دي تربيع هيطلع دي. ولما جيب الجزر بتاعة تسعة من عشرة. فيطلع لان دي بتساوي تلاتة من عشرة متر. كلمنا النهاردة عن المجال الكهرابي او في الجزء اللي فات قلنا قانون كلوم. وكلمنا في قانون كلوم قلنا يعني ايه? قانون كلوم قلنا الكهرابية تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهما. كلمنا ايضا قلنا القانون بتاع اف بتساوي. كي في كي وان في كي و تو على الدي تربيع. وقلنا اف يعني الكهر وحدتها نيوتن. كي سابت كلوم. وده مقدار سابت مقدار وتسعة فعشرة والستسعة. كي وان قلنا دي الشحنة الاولى. كي و تو الشحنة التانية. وقلنا كيو عمتان يعني الشحن. يعني لو عندي تلات شحنات بكي وان كيو تو كيو سري. عندي خمس شحنات بكي وان كيو تو كيو سري كيو فور كيو فايف. لان الشحنة ذات نفسية رمزها كيو وقلنا الرموز ديت موجودة معنا طول العام. لازم ابقى عرفها. اف خلاص دي بتاعت الكوة وحدتها نيوتن. مش تتغير. لان اصلا الكوة وحدتها نيوتن. الكيو معناها الشحنة. وقلنا الشحنة وحدتها اسمها كلوم. كيو ديت لو قلت شحنة اولى بكي وان. شحنة تانية كيو تو. شحنة تالتة كيو سري. لان الشحنة ذات نفسية رمزها كيو خلاص. دي معناها المسافة. وان المسافة عندي بتتقاس بالمتر. المسافة عندي بتتقاس بالمتر. كي اسمه سابت كلوم. ومن اسمه سابت كلوم يعني مقدار سابت. يعني حتى ما بتخشش في العوامل. يعني لو جاء اللي هات العوامل بتوقف عليها القوة المتبادلة بين شرحنتين كهربائتين مش هقول له سابت كلوم. ليه مش هقول له سابت كلوم? لانه مش مش مقدار بيتغير. ده سابت مقداره قلنا نخلم بالنا تسعة في عشرة قس موجة بتسعة. مش سالب تسعة. موجة بتسعة. وحدته نيوتن متر تربيع. نيوتن في متر تربيع لكل كلوم تربيع. الوحدة بتاعتكiful على بعديها كده. نيوتن في متر تربيع لكل كلوم تربيع. خلنا برضو واحنا هنتكلم في القانون قلنا اني نخلي بالي من التحولات بتاعتي لو ابتدت ديني في في المسألة المسافة بالسنطي لازم احولها لمتر قلتي عندي ترائطين يأسي معناه يضرب في عشر السريب اتنين الشحنة الشحنة عندي بالكلوم طب اد tocar لي في المسألة بالميكرو كلوم طالما انه ده هلبي في المسألة بالميكرو كلوم يبقى لازم احولها لكلوم فاضرب في عشر السريب ساتي. يعني قال لي شحنة مقدرة عشرين مايكرو كلوم اما يجب اشتغل بقى في المسألة ما قدرش اشتغل بعشرين. لانها مايكرو كلوم. وما لا اعمل ايه? لازم احولها لكلوم. طب عشان احولها لكلوم اعمل ايه? اخد العشرين اللي هو الدالي في المسألة واضربها في عشر وسائل بست. يبقى لما اجا عوض عن الشيوحنا في المسألة ايه? عشرين في عشر وسائل بست. طب الدالي تلاتين زي ما اخذنا في المسألة تلاتين مايكرو كلوم. تبقى تلاتين في عشر وسائل بست. خمسين مايكرو كل كلوم يبقى خمسين في عشرة ستر بستة. طيب ستين كلوم اسيبها زي ما هي. ليه سيبتها زي ما هي? لانها بالكلوم. يبقى اذا سبتها بالكلوم فهسيبها زي ما هي اقول عليها ستين كلوم. كمان لما يجي قلنا من ضمن التعريف اتطلعنا حاجتين مهمين. ان الكوة الكهربائية بتتناسب مرة طردي ومرة عكسي. تناسب الطرد المرة الطردي ما حاصل ضرب الشحنتين. وانه طردي يعني لما حاصل ضرب الشحنتين يزيد الكوة زي. عكسي يعني لتين عكس ما يعني لو مربع المسافة قال على طول الكوة الكهربائية بين الشحنتين هتزداد. العامل يتوقف عليها الكوة الكهربائية بين شحنتين من التعريف بتاع القانون هنقول حاصل ضرب الشحنتين ومربع المسافة. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم مع تمانية لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة